مشاهدينا أسعدتم مساء إليكم الأحوال الجوية وملخص للأحوال الجوية المتوقعة انخفاض واضح على درجات الحرارة ابتداء يوم الثنين انخفاض تدريجي الأجواء ستصبح باردة ليلا أيضا يوم الثنين في رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل سرعة الرياح نلاحظ أن سرعة الرياح ستزداد يوم الثنين وتصبح رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة هذا الأحمر يمثل المناطق التي ستتأثر برياح سرعتها عالية وتكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح لكن يوم الثلاثاء تخف سرعة الرياح تدريجيا ويتناقص تأثير الغبار أيضا تدريجيا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة في بداية الليل لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغر المتوقعة 14 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الاثنين أجواء مغضرة انخفاض على درجات الحرارة تظهر السحب العالية والحرارة العظمى بحدود 21 درجة مئوية قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لكن أثناء الليل تنخفض وتصبح الصغرى بحدود 8 درجات أقل من المعدل لأن معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو حوالي 10 درجات لكن الصغرى يوم الاثنين بحدود 8 درجات يوم الثلاثة انخفاض آخر واضح ملموس على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا بشكل عام أثناء النهار درجات الحرارة أقل من المعدل على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية أيضا تخف سرعة الرياح ويقل تأثير القبار على المناطق تدريجيا وأيضا يوم الثلاثة الأجواء باردة بامتياز أثناء الليل درجات الحرارة متدنية درجة الحرارة الصغرى المتوقعة يوم الثلاثة بحدود 6 درجات مئوية أقل من المعدل بحوالي 4 درجات لكن يوم الأربعات تعود وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع القليل والتدريجي لتصبح الأجواء تقريبا معتدلة في فترة الظهر لكنها تميل إلى البرود أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر والمساء والعظمى المتوقعة بحدود 18 درج مئوي أيضا الأجواء بالليل تكون باردة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية إربد أجواء مشمسة لطيفة في النهار تميل إلى البرود ليلا 23-11 عجلون 24-11 جرش 25-11 المفرق أجواء مغبرة 25 إلى 10 درجات مئوية المناطق الوسطى من المملكة معظم الأجواء يوم غدن الاثنين أجواء مغبرة ومثيرة الرياح نشطة مثيرة للغبار والأتربي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة البلقاء 22-10 مأدبة 23-8 البحر الميت 30-18 عمان 21-8 والزرقاء 25 إلى 11 درجة مئوية المناطق الجنوبية أجواء مغبرة الكرك 23-9 الطفيل 22-10 الشراح 21-7 ومعان 28 إلى 12 وخليج العقبة 33 إلى 18 درجة مئوية والمناطق الشرقية من المملكة أجواء مغبرة بامتياز الأزرق العظمى 30 والصغر 11 والصفاوي 29-11 والرويش الـ 31-10 إذن الليالي القادمة راح تكون ليالي باردة نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر ونتمنى الجميع السلامة ولكم أجمل تحية من تقصر العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة